هذه الصور التي تعلق في الحسينيات والمساجد صور المراجع هؤلاء هم الأوثان والذين يصلون في المساجد وفي الحسينيات هؤلاء هم عباد الأوثان سيخرجون من التشيع للعترة الطاهرة وهم في الواقع خارجون لأنهم يعبدون الأوثان لكنهم يتصورون أنهم من شيعة العترة إذا ما ظهر الإمام سيلتحقون بأحبارهم سينصرون دين الأحبار والحاخامات في النجف وكربلاء في مواجهة دين الأنبياء والأوصياء لذا فإن البيان الأول لإمام زماننا ماذا يقول فيه من أنه هو أولى بالله وهو أولى بآدم وأولى بنوح وأولى بإبراهيم وأولى بموسى وأولى بعيسى وأولى بمحمد إنه يتحدث عن دين الأنبياء هذا هو دين الأنبياء الذين في النجف يتحدثون عن دين العلماء والمراجع البتريون لذلك يقولون له ارجع من حيث جئت لا حاجة لنا بك فعندنا دين إنه دين الأحبار والحاخامات لا يريدون دين الأنبياء والأوصياء هذه هي الحقيقة أتباعهم الآن هم عباد أوثان هذا ما هو كلامي هذا كلام صادقي صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ عليكم من كتاب ألفه مؤسس عبادة الأوثان في الشيعة إنه الطوسي نفسه هذا مؤسس المذهب الطوسي القذر هو الذي يروي هذه الروايات لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له الذين سينصرون الإمام هم الذين يقال لهم الآن من أنهم ليسوا متدينين قد يكونون من العلمانيين قد يكونون من الملحدين قد يكونون من الشيوعيين قد يكونون من أية مجموعة أما الذين هم يعدون من المتدينين سيخرجون من دين محمد وآل محمد لأنهم أساسا ما كانوا على دينهم وإنما يتوقعون أنهم على دينهم إنهم عباد الأوثان دققوا النظر في كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له لا حظ له في الدين في زمان الغيبة ولو قد جاء أمرنا حان وقت الظهور لقد خرج منه من هو اليوم في زمان الغيبة مقيم على عبادة الأوثان أية أوثان وهو يقول من أنني على دين العترة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الإمام الصادق ماذا يقول يقول لم يعبدوهم ولكن الأحبار والرهبان شرعوا لهم شريعة حللوا لهم حلالا حرموا لهم حراما فاتبعوهم أسسوا لهم دينا في مواجهة دين الأنبياء والأوصية وهذا هو الذي يجري الآن على أرض الواقع بإمكاننا أن نغير الواقع إذا وضعنا أيدينا في أيدي البعض وبذلنا كل جهودنا وبذلنا كل طاقتنا في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي في الجانب الاجتماعي وفي الجانب التربوي في الجانب التعليمي وفي الجانب الإعلامي إذا توحدت جهودنا إننا نستطيع أن نفعل شيئا وهذا هو الذي دعوتكم إليه كرارا ومرارا عليكم بتيار مجتمعي فكري واسع كي تتمكنوا من كنس ما تستطيعون أن تتمكنوا من القذارة البترية من قذارات مراجع النجف وكربلا لينصرنا الله هذا الأمر بمن لا خلاق له ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان ألا تف على هذه الأوثان إنها الأوثان البشرية القثرة هذه الأوثان التي يقال لها بأنها آيات الله العظمى